الصفي سعيد أو أحمد الصفي سعيد هو الكاتب والصحفي والروائي التونسي المولود في الثاني والعشرين من سبتمبر ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف بقفصة اهتم سعيد بعالم الصحافة والسياسة منذ المرحلة الجامعية فهو خرج صحافة وعلوم سياسية في لبنان ومتحصل على شهادة في المستقمليات من جامعة محمد الخامس بالمغرب كما يعتبر الصفي سعيد واحدا من أهم رجال الرأي منذ سنة 11 و2000 وهو من السياسيين المثقفين وأبرز المنتميين للطيار القومي في تونس تنوعت تجربته بين الكتابة الأدبية والكتابة الصحفية والعمل السياسي والتحليل السياسي للقضايا الدولية وقد عرفا لدى الجمهور في تونس بعد الثورة حيث كان أول من أطلق تعبير الربيع العربي على الثورة التونسية ترشح الصفي سعيد كمستقل لانتخابة المجلس التأسيسي في أكتوبر 11 و2000 عن ولاية قفصة كما خاض غمار الانتخابة الرئاسية في تجربة ثانية له في سباق رئاسيات 19 و2000 بعد محاولة أولى له سنة 14 و2000 لا ترى ما كانت تصريحات ومواقف الصافي سعيد السياسية تثير جدلا ونقاشا في الساحة السياسية فقد عارض الحكومة المتعاقبة كما اعتبر أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد يعد انقلابا مؤكدا أن سعيد تعسف على الفصل الثمانين وخرج من الدستور قائلا إنه لا يعتقد أن شخصا في القرن الواحد والعشرين عندما يجمع بين كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية سينجح لأننا تجوزنا فترة حكم الفرد الواحد حسب تصريحه أن أبا صافي سعيد كان أعلن أيضا مساندته الاحتجاج على مصارس عيد الإنقلابي وقد كانت له زيارة مساندة للمضربين عن الطعام رفقة مجموعة من النشطاء الذي ينظمه مواطنون ضد الإنقلاب موسيقى